شكرا جزيلا جولي طب يومكم صباح الخير أينما تكونون اسمي ياسمين شواف وأنا منصقة الحماية والمناصرة لمجموعة أكسام العالمية وأنا أيضا مساعدة المسؤولة عن مجموعة عمل المناصرة في كتلة الحماية العالمية يسرني أن يسير هذه الجلسة التي سوف تأخذ شكل التوك شو أو سؤال وجواب وسوف نسمعكم كلكم ونريدكم أيضا أن تتفاعلوا معنا من خلال طرح الأسئلة في صندوق دردشة أو رفع يدكم خلال هذه الجلسة وليس عليكم أن تنتظروا حتى تكتبوا سؤالكم في الـ Q&A سؤال وجواب جلستنا اليوم تركز على المناصرة المجتمعية المسؤلة والحماية الذاتية ونحن نركز على مجموعة عمل المناصرة والفريق العامل على الحماية المجتمعية في كتلة الحماية العالمية شكرا جزيلا للاندمام إلينا وأمل أن تستمتعوا بهذه الغمسة قبل أن أبدأ إذن حضرنا الكثير ونقشنا الأفكار بين أعضاء هذا الفريق وبين مجموعة عمل المناصرة واليوم جلستنا هي خلاصة لهذه النقاشات المختلفة بما في ذلك الجلسة حيث كمنا بعصف ذهني لأفضل الممارسات لعملية المناصرة المجتمعية الليلة الماضية لم أنم جيدا لأنني في بيروت وكان هناك الكثير من القصف على بيروت وبالتالي كان لدي المزيد من الوقت للتفكير في المناصرة المجتمعية وعن ضيوفنا وتجاربهم المختلفة وقد فكرت أيضا خلال هذه الليلة البيضاء أنني لا أريد أي أحد أن يتحدى ساع بإسمي ويطالب بحقوقي فأنا التي علي أن أقوم بذلك وأعتقد أننا بحاجة لبدء هذا النقاش عن المناصرة المجتمعية والمطالبة بالحماية وشعرت البارحة أن هناك ألاف الأشخاص حتى أن ملايين الأشخاص ما يشعرون به من حول العالم إذن سأتوقف الآن عن هذا الحديث الحزين والآن سوف أقدم لكم متحدثين المشاركين معنا الذين سوف يتشاركون معنا قصص النجاح الخاصة بهم والممارسات الفضلة ولسيما أنهم يعملون في منظمات مختلفة ويأتون من سياقات مختلفة وأكرر لكم من فضلكم أن تطرحوا الأسئلة عليهم إذن سنبدأ كيف يمكن للمنظمات أن تتعلم من التجارب الماضية لكي يتمكنوا من التكيف في سياقات جديدة مختلفة رأينا خلال السنة الماضية مقاربة جديدة أو اتجاها جديدة للمناصرة المجتمعية المطالبة بالحماية وكان ذلك نتيجة لاستخدام وسائل السوشيل ميديا وسائل الإعلام على الإنترنت وبالتالي يمكننا أن نرى الاجتماعات مع السلطات المحلية والمطالبة بمزيد من الحقوق الحقوق حيث أنهم يتوجهون مباشرة إلى المجتمع الدولي وإلى آليات حقوق الإنسان ويطالبون بزيادة الحماية لنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم اليوم ضيوفنا هم أشخاص يعملون مع المجتمعات وهم يأتون من بلدان مختلفة ويدعمون عملية المناصرة المجتمعية للحماية وقد تعلموا كثيراً ولديهم ملاحظات كثيرة حول هذا الموضوع لدينا معنا اليوم جيهان تاكلا وهي المديرة الحماية في أوتوبيا وهي منظمة من لبنان لدينا أيضاً لينة ريبولو وهي نائبة مديرة المشاريع في أبويار في كولومبيا ولدينا أيضاً أوجستان تيتي روتانوكا وهو منصق سيجير من جمهورية الديمقراطية جمهورية الكونغوط الديمقراطية ونهايتاً لدينا لورينس بينك وهو كبير مستشاري الأبحاث في سيبيك شكراً جزيلاً للانتمام إلينا في هذا النقاش الحواري ونحن نتطلع قدمة وللموافقة أيضاً على مشاركة تجاربكم وخبراتكم في منتدى العالمي للحماية سأبدأ بترحي سؤال بسيط ما هي بعض الأمثلة وأنا أنظر إليك جهان وأرى بجنبك سارة من يوتوبيا وقد عملنا معكم كثيراً في مجموعة عمل الحماية جهال وسيرانا هل يمكننا أن تعطينا بعض الأمثلة والرهود التي بدلتموها في منظمتكم جاء الحماية وما يمكنكم أن يمكنكما تخبرنا إياه تفضل مرحباً جميعاً شكراً ياسمين على هذا التقديم وشكراً جولي في الواقع في يوتوبيا بدأنا نعمل مع المجتمع منذ العام 2014 وبدأنا تدخلاتنا CBP وبدأنا مع هيكلية المجتمع وأود أن أعطيكم مثالاً عن الحملة الكبيرة التي أطلقناها مع أو هيكلية المجتمع بعنوان الحق بالوصول وقد بدأناها مع مجموعة من النساء والشباب في ترابلوس في شمال لبنان وطلبنا وركزنا على حق الأشخاص ضويل إعاقة والمسنين للحصول على الخدمات ولسيما الخدمات الصحية في لبنان ولسيما أنه ما من كان هؤلاء الوصول إلى مراكز الصحة في لبنان كما طلبنا بالحق بالتعليم للأطفال ولسيما للسوريين الأطفال السوريين النازحين في لبنان وأطلقنا حملة كبيرة حيث ركزنا على احتياجات هؤلاء الأشخاص وقد صورنا فيديوهات تتعالق بهذه الاحتياجات وهؤلاء الأشخاص وقد طلبنا وقد طلبنا وزارة الشؤون الاجتماعية أن طلبنا منها أن نقابل المدير فيها والالتقاء بهؤلاء الأشخاص لكي يتمكنوا من دعمهم وبالتالي الحصول على هذه الخدمات المخصصة للمسنين والأشخاص ضويل إعاقة أما الحملة الثانية فقد ركزت على النساء في منطقة طرابلوس أيضا في شمال لبنان وهدفها هو التركيز على التوترات بين اللبنانيين وسوريين في العقد الأول من النزاع السوري في الواقع النساء اللبنانيات والسوريات قد وزعنا الهدايا صغيرة وقد تحدثنا مع المجتمعين لإخبار أننا اللبنانيين والسوريين وأن هناك علاقات وسيقة بين الشعبين وهناك أيضا حملات ليست مرتبطة مباشرة بالحماية وإنما هي مرتبطة بمواضيع مجتمعية وكانت الحملة تركز على منطقتين طرابلوس والحمرة في بيروت وكانت مواجهة مباشرة لوزارة السياحة وفي الواقع كان هناك تبادل بين السكان مدينتين وهما بعلبا كواترابلوس والهدف من هذه الحملة هي إظهار الأثار التي تتمتع بهم هاتين المدينتين إضافة إلى المواقع الأثرية الرائعة التي يتمتع بها لبنان شكرا جزيلا جيهان يمكنني أن أرى أن وعندما نتحدث عن المناصر المجتمعية للحماية نرى أن هناك أنشطة تؤثر على الجهات الفاعلة وهذه الجهات الفاعلة مختلفة بطبيعتها وقد تحدثت عن أنشطة مرتبطة بالحكومة وأخرى مرتبطة بمجتمعات أخرى تعمل مع المجتمعات المحلية ونشكرك جزيلا على هذه الأمثلة أنا أكيد أن الآخرين لديهم أمثلة أخرى من كولومبيا أو كونغو فتفضلوا لنا تفضلي هل تريدين أن تتشاركي معنا أمثلة محددة من خبرتك في كولومبيا تفضلي ؟ شكرا جزمين فيما فيما يتعلق بتجربتنا فيما يتعلق بهذا السؤال المحدد لدينا مجموعة من النساء نحن مجموعة من النساء وكنا كنا نعمل على برامج تعزز المعارف والمطالبة بالحقوق بهدف التواصل مع متخذي القرار ووضع القرار والمناسبة والمناصرة والمطالبة بمواضيع تهم المجتمع وفي نهاية المطاف تمكننا من تحقيق النجاحات ولكن ليس في كل الحالات كما تمنينا غير أننا تمكننا من تطوير قدرات المجتمعات لكي يتمكنوا بمطالبة حقوقهم من الدولة والدولة هي المسؤولة الأولى عن حماية مواطنيها وقد أطلقنا هذه الحملات في مدارس ريادية للتركيز على الحقوق وركزنا بشكل خاص على الفتيات والنساء التي يطالبنا بحقوقهن وهذا يترم بأعمال فعال على الأرض شكرا جزيلا لينا على هذا المثال المسير للإهتمام كما قلت هنا إن الجهة المسؤولة الأولى عن حماية الشعب والمواطنين هي الحكومة والدولة وأعتقد أن الجميل في هذه الجلسة هو أننا نتحدث عن هذه الحملات من دون دعايات وهذا يختلف عن البرامج الحوارية على التلفزيون إذن مما ذكرته جهان وسارة نرى ولينا نرى أن هناك العديد من الأمثلة الناجحة والتطبيقية ولكن هل هو الوضع في السياقات كلها ما الذي نعتبره سياقا مؤاتيا للمناصر المجتمعية إذن فيما يتعلق بالسياق المؤاتي أو المناسب أود أن أعرف منك لورين عن تجربتك وما الذي تراه في سياقكم حيث تقولون أنه يمكننا أن ندعم ويمكن أن ندعم المجتمع تفضل شكرا ياسمين أعتقد أنه هناك نية سياسية من القوات الأمن والحكومة لتحسين سلوكها والأعتراف بواجباتها القانونية لحماية المدنيين وهذا ما يسهل موضوع المناصرة وأيضا إرساء الأليات الخاصة بالمسائلة إذن كان هناك أليات رسمية فيمكننا أن نحقق النجاح بشكل أفضل في موضوع المناصرة المجتمعية والمطالبة بالحماية حماية المجتمعات ودعمها إضافة إلى ذلك في البيئات حيث أن المنظمات المجتمع المدني تمكنت من تنظيم عملها بشكل مستمر لمواجهة التحديات والمخاطر الناجمة عن الجهة المسلحة أعتقد أن هذا يشكل تحديا كبيرا ونحن بحاجة في هذه الحالات للمناصرة المجتمعية والمطالبة بالحماية أكثر من أي مكان آخر وأنا أفكر بمثال حيث أننا أطلقنا تقريرا يتعلق باتجهات حماية المدنيين في العام 2023 وفي هذا التقرير ركزنا على حماية تقديم الحماية من قبل منظمات المجتمع المدني في منطقة الساحل وقد ركز المسؤول المجتمع المدني أن عملهم يزداد خطورة في منطقة الساحل وذلك بسبب النزاعات المتعمدة وأيضا الأذى الذي يطال المدنيين وأيضا غياب الدعم والتمويل من الجهات الدولية وعدم استطاعة استخدام مصطلحات القانون الدولي للحصول على المساعدة وكيف أن المصطلحات المصطلحات المحلية تستخدم للمناصرة فيما يتعلق بمواضيع الحماية وأعتقد أن هذه بيئة لنرى فيها العديد من العناصر المؤتية ولكن المنظمات المجتمعية ما زالت تعمل وتحاول أن ترى طرقا لكي تشرك الجهات المحلية لكي تنضم إليها في موضوع المطالبة بالحماية إذن حققنا بعض النجاحات ولكن ليست بالكبيرة والحوارات الحوار يمكن أن يساعد المجتمعات لكي تفهم محدودية الجهات الأمنية والعناصر الأمنية وكيف يمكن أن تساعد المواطنين مثلا نرى في بعض السياقات أن قوى الأمن ينظرون إلى المواطنين وكأنهم متحالفين مع المجموعات المسلحة وبالتالي ينظرون إلى المدنيين بعين بشك إذن يشكون بهم وبالتالي إن دعم هذه العلاقات بين المجتمعات وبين قوى الأمن أمر بغاية الأهمية وينبغي أيضا أن ننضع هذه النظرة لدى قوى الأمن تجاه المدنيين الذين يعتبرون وكأنهم يتوطؤون مع المجموعات المسلحة شكرا جزيلا لورين وأعتقد أيضا أن ذلك يجعلنا نفكر أنه عندما قلت أنه في بعض السياقات هناك محدوديات ولسيما فيما يتعلق بالمصطلحات التي نستخدمها نحن كمنظمات أعتقد أننا هنا في بعض المجتمعات لدينا بعض الفرص بما أننا لا نستخدم هذه المصطلحات ولكنه في بعض المجتمعات الأخرى يمكن استخدام هذه المصطلحات أن يعرض مستخدميها للقطر وأعتقد أن هذه عملية تتطلب التركيز والعمل حسنا هذه لغة الحماية وهذه الطريقة حيث نستطيع المؤرسة متابعة المناصرة دون رؤية التقدم شكرا جزيلا لورين لأولئك الذين يعملون بشكل مباشر مع المجتمعات هناك أي اقتراحات تقدمها للورين هناك الكثير من الأفكار الهامة عذرا أنا فقط أنتظر من أجل ترجمة جيهان أو لينا أوغستان هل تريدون أن تضيف أي شيء ما هي السياقات التي رأيتموها التي ممكن أن تكون مفيدة بالعمل في مجال المناصرة في حماية المجتمعات شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ياسمين لدي بعض الأمثلة التي أستطيع مشاركتها لما قالته لورين حقيقة إن أعمال المناصرة واسمحوا لي أن أعطيكم أمثلة مثالا عنها عن بناء التي عملنا عليها مع قادة المجتمعيين بخصوص البنية المجتمعية في مجال الحماية في يوهان جيلو أند تشوشيبا ما ذكرته في هذه المناطق فإن الناس هناك يعيشون ويذهبون إلى سوق مالوبي ومغضب الوقت يواجهون بانتهاك في حقوق الإنسان خاصة النساء والفتيات عندما يكنا يعملنا في السوق فهذه نظمنا جلسة من أجل الحماية جمعنا القادة المجتمعيين وأردنا أن يتوجه بطلب مساعدة من الجيش فالجيش يستطيعون تأمين المجتمع حيث يستطيعون تأمين الحماية أثناء أوقات العمل في هذا السوق والجيش قال حسنا هذا خطير ولكن الناس قبلوا بمشاركة كانت حوالي مئتي شخص لمساعدة الجيش لمنع هذه الحوادث في الحقيقة هذا كان طريقا طويلا بخصوص المناصرة من أجل السماح للناس ليستفيدوا من شيء ولبناني نجاتهم المثال الثاني هو بخصوص بناء الحماية المجتمعية وهذه البنية هي تمت من خلال القيام بمناصرة في قرية تدعى موكيتي في ولاية توكيلا هنا كنا نعمل في قرية اسمها مولافيا لأن المدنيين تم إرغامهم على مغادرة قراءهم وهؤلاء القرى كانت وهؤلاء هذه القرى تم احتلالها من قبل المجموعات المسلحة بعد إرغام الناس على المغادرة فهذه الجهات أرغبت الناس على النزوح ولذلك قمنا بعمل مناصرة من خلال جمع القادة العسكريين وحاولنا الاستفادة من دمج المجتمع في هذه القرية بجهود المناصرة التي نعمل عليها كان على الجيش أن يترك هذه القرى ليسمح لأعطاء لأعضاء المجتمع بالاستقرار أن نشاركها معهم وكانت أمثلة ناجحة لإستفادة من التنوع في تلك البيئة شكرا جزيلا شكرا لهذا التعليق الذي ترك في صندوق الرسائل عن أنواع المختلفة من السياقات حيث أن الأطراف المعنية سواء كانت حكومات أو عساكر أو مجموعات عسكرية فقد سمعنا من أوجستان ولورن عندما تحدثوا عن مجموعات سلحة غير حكومية هناك هذه الأنماط المختلفة من السياقات والأطراف المعنية نستطيع العود إلى الفكرة الأساسية بأن نكون مرينين ولا نقول بأن أمر واحد يناسب جميع فليس نمط معين من العمل يناسب كل السياقات أرى بأن جيهان وسارة يهزوان رأسهما هل تريدون أن تضيفوا أي شيء أجل ياسمين الحقيقة إن مبادرات المناصرة لديها الأطراف المعنية الخاصة بها لذلك فهي متأثرة بالطريقة التي يستجيبون بها أو يتفاعلون بها مع الأشياء التي يركزون عليها لذلك فالظروف بالحقيقة تعتمد على أمور أخرى فعندما تحدث الآن عما يحدث في لبنان خاصة في جنوب لبنان فإننا لا نستطيع أن نرى الناس يذهبون ويعقدون مناقشات مع إسرائيل وهذا أثر على قدرته والوضع الحالي أثر على قدرتهم على القيام بذلك والأمر الثاني بأن الناس لا يعرفون بالتعطيق يتفاعلون مع ما تقوم بها المنظمات الحكومية وغير الحكومية فهما وهذا يساعد في حل المشاكل التي بوجهها العمل في مجال الحماية ويساهمون بشعله أفضل وبالطبع فإن الناس يعملون دورا بخصوص تحديد الأولويات والديناميكيات ولكن هذا الأثر ليس بالضرورة أو دائما هو سلبي ولكن في الحقيقة إنهم دائما يلعبون دورا ورأينا أنه دور إيجابي ومعرفتهم بهشاشة المجتمعات يسمح لهم بأن يناصروا حقوقهم ويجعل هذا من مسؤولية المجموعات الأقوى وهذا ربما يجب أن يضع أو هو موضوع على أولوية أجندات المنظمات معظمهم يتفاعل نستطيع أن نقول بأنهم كانوا يرونها بأن هذه هي الطريقة الأفضل لهم أو أنها الطريقة التي يستطيعون القيامة بها حقيقة شكرا شكرا رزيلا جيان إنها أفكار مهمة وأيضا هي أفكار تضيف إلى السياق الذي تتحدثون عنه في لبنان أي أفكار أخيرة لنا قبل أن ننتقل إلى السؤال الأساسي بخصوص دعم المنظمات غير حكومية التي يمكن تقديم شكرا شكرا جزيلا ياسمين بدقة للأمانة إنني أتفق تماما مع ما قالته لورين وجيهان جيهان أخذنا بعين الاعتبار ما قالته جيهان فإن المجتمعات أو الأطراف المعانية ردات فعلها تعتمد على الظروف على استياق بخصوص استراتيجيات الحماية والنقطة الأساسية برأيي والتي أريد أن أشارك بها بهذا النقاش بينه أحيانا المنظمات الإنسانية أو المنظمات غير الحكومية تعتقد بأنه لدينا الحلول للمجتمعية للمشاكل المجتمعية لدينا هذه الحلول في الحقيقة لدينا بعض تقرب عن الدين القدرة على حمايتهم على سبيل المثال في كولومبيا لا تحدث بشكل خاص هناك أقاليم أو هناك أقليم حيث كان لدينا حالة وجود فصائل مسلحة غير حكومية وكان هناك عوامل كثيرة جدا من عوامل الحماية فعلى سبيل المثال حماية الناس حماية الأطفال الذهاب إلى المشفى كان هذا يجب أن يتم مسعو وعدم الخروج أساسا في بعض الأوقات من النهار لم يكن يتبع بعض الطرق في الخروج لأن هذا قد يعرض المدنيين للخطر كل هذا يعتمد على السياق وأيضا بخصوص المجتمعات فإن نوع اللغة التي نستعملها ليس فقط لحماية المجتمع ولكن لحماية أنفسنا ولمنع وقوع أي تهديد أو خطر الخطر يمكن أن يحصل بسبب أي طرف آخر تفق مع ما قالته لورين بهذه الطريقة نستطيع أن نقدم لهم معلومات معلومات وأن نجعل كثير من المجتمعات منخرطة بهذا شكرا جزيلا لنا وفي صندوق الرسائل هناك الكثير من الأفكار وأيضا بعض النقاط التي تشر إلى سياقات مختلفة مثل الهند الحماية بخصوص حماية حقوق الطفل بعض الأمثلة الأخرى أيضا كيف يمكن بأن حقيقة البناء المجتمعية والمناصرة المجتمعية هي أساسية بالنسبة للمجتمع وهنا في الحقيقة يقودني إلى السؤال يوجهه مجددا لكي لينا أنهم يذكرون في صندوق الرسائل البناء وجهود المناصرة هي أساسية للمجتمعات الموجودة بها لذلك كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية الانجي اوز أن تدعم هذه الجهود وهذه البناء حسنا ياسمين أعتقد بالاعتماد على خبرتي فإن العمال في المجال الإنساني المرتبطون بالانجي اوز وعندما يعيشون في سياق حيث يكون هناك عنف أو حالات صراع وتنقلات بشرية أعتقد أن الدور الذي يجب لعبه من قبل الانجي اوز هو دعم المجتمعات بطريقة شاملة وبطريقة تفاعلية هذا لا يعني فقط تقديم المساعدات المالية ولكن أيضا تقوية المجتمعات فالانجي اوز تطيع دعمهم عن طريق تقديم أدوات للمجتمعات لفهم المخاطر التي قد تحدق بهم من خلال تعليمهم كيف يستطيعون استعمال وتقوية قدراتهم وتجنب جوانب ضعفهم من خلال تقوية معرفتهم بالحقوق أو القوانين أو آليات الحماية هناك تشريعات يتم فرضها على الدولة وهذا سيسمح لهم بأن يستجيبوا بالوقت المناسب وهذه الاستجابات التي تكون فعالة في حالات الخطر وجانب آخر مهم هو تعزيز الشبكات المجتمعية من ضمن المؤسسات والمنظمات المنخرطة بهذا العمل إننا نضع نوعا كجسر لتقوية الشراكات مع القادة وعضاء المجتمع وأيضا الشباب يجب أن يتم يجب وضع الشبكات معهم وبين العاملين الميدانيين ومع المنظمات المحلية فعلى سبيل مثال في لوكا رأينا كيف يتم تقديم هذا الدعم من خلال الشبكات المجتمعية عن طريق إطلاق إنذارات مبكرة وهذا سهل استجابة سريعة في مواجهة المخاطر إضافة إلى دور الـ 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 الذي يصبح أسهلا وميسرا أكثر بين الـ الـ ومع الحكومة لا نستطيع إزالة هذا المكون الحكومة بهذه المعادلة لذلك هذا بشأنه أن يعزز خلق القدرة على الوصول إلى القاعدة المجتمعية بخصوص المناصرة من أجل الحماية أو الأمان الجمعي ولكن بسؤوليتنا بالنسبة لحماية المجتمع وأمان المجتمع هو ليس فقط بيد المجتمعات المتضررة ولكن أيضا الدولة أو الحكومة يجب أن تطمن مثل هذه الحماية الـ يجب أن يتم دعمهم وتمكينهم لدعم وتمكين المجتمعات ببناء هذه المرونة والمقاومة بين أعضاء المجتمع وأيضا يجب أن يتم العمل مع الحكومة لتكون قابلة للمساء في هذه الظروف يجب هذا أن يعتمد على الدعم والالتزام من قبل المنظمات الحكومية للاستجابة بطريقة مناسبة وملائمة وشكرا المساءلة كلمة مهمة جدا لينا الكثير تمت مناقشتك حول كيف الـ تتطيع دعم آليات المساءلة وتعزيز آليات المساءلة لدعم الجهود المجتمعية لذلك شكرا جزيلا لنا أعتقد بأن ليس هناك الكثير لإضافته لهذا ولكن أفترض بأنكم قد رأيتم في صندوق الرسائل أدريانا ذكرت شيئا إسبانيتي ليست رائعة ولكن فهمت بأن تتحدث عن هل لدينا عملية موجهة لدعم هذه المشاريع هل لدينا مشاريع موجهة هذا يقودني لأسأل متحدثين الآخرين اليوم ما الذي تعتقدونه بأنه يجب أن يتم فعله اليوم لدعم هذا العمل لا أستطيع رؤية جيهان أعتقد ولكن أعتقد بأنها ما تزال معنا سأنتقل حسنا أرى جيهان الآن جيهان وسارة هل لديكم أي شيء تريدون أن تذكروه عن طريقة الدعم أو كيف تستطيع الانجي أوز أن تدعم مثل هذه المبادرات والجهود ياسمين في الحقيقة إنها لعبة القوى الدولة لديها القوى والانجي أوز لديها نوعا ما هذه القوى المجتمع لديه القوى يعرفون مقضافهم يعرفون حاجاتهم والاختلاف بين الانجي أوز أو كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية المحلية تستطيع أن تتدخل أو تساعد مع الاختلاف ليجعلوا صوتنا مسموعا على الصعيد الدولي يستطيعون استعمال قوتهم ليخلقوا البيئة المناسبة لنا من أجل الحماية وكيف يستطيع من الممكن الدعم ومساندة المنظمات الغير حكومية المحلية هذا النوع من القوة هو كيف نستطيع استعمالها من أجل مصلحة المجتمع أعتقد بأنك ذكرت سارة شيئا يجعلني أنظر إلى لورين بشكل مباشر كمهاتنا الوحيدة من الضمم المجتمع وعليك هذا لورين ماذا تتقع بأن الدول المنظمات الدولية كيف يكون مختلفا ليضمن تقديم دعم كاف بدون إساءة أو تقويض الجهود المحلية أعتقد أن تغيير يتطلب الحراق على مستويات عدة وكما قالت جيهان إن المنظمات غير حكومية الدولية لديها دور محدد تلعبه ولا تلعب دور المجتمعات المحلية وأعتقد أن المنظمات الحكومية الدولية يمكن أن تعزز هذه الأهداف من خلال تحديد الفرص على المستوى الإقليمي أو على مستوى الأمم المتحدة حيث يمكنها أن ترفع هذه الأهداف المجتمعية وتطالب بالتغيير وتدعم المجتمعات في نواحي مختلفة داخل البلد التي تعمل فيه وبالتالي يمكنها أن تغير أو تحدس هذا التغيير على مستويات مختلفة وتسهل عمل الحماية ضمن المجتمعات أعتقد أيضا أن المجتمعات يمكنها أيضا أن تلعبه على المستوى الإقليمي والدولي ولكن قد لا تكون الأبواب دائما مفتوحة أمامهم وقد يكون هناك بعض المخاطر وقد يرتد ذلك على عليهم أو على بعض أعضاء المجتمع الذين شاركوا في جلسات مجلس الأمن فقد تم استهدافهم بعد عوداتهم إلى ديارهم لذلك أعتقد أن المنظمات غير الحكومية الدولية يمكنها أن تساعد هذه المجتمعات وأن تلعب دور الوسيط للحؤول دون تعرض هذه المنظمات المحلية لأي هجوم ضدها وأعتقد أيضا أن المنظمات الغير الحكومية الدولية يمكنها أن تسهل هذه التألفات عبر الحدود وذلك من خلال وضع أو إطلاق منصات حيث يمكن للمنظمات المجتمعية أن تتعلم بعضها البعض وتلتقي ببعضها البعض وقد تحدثت أيضا عن مبدأ عدم هذه المجتمعية وأنا أعود هنا إلى موضوع أو تقرير الاتجاهات اتجاهات 2023 ونحن رأينا أن المنظمات الدولية قد ركزت على موضوع الحماية من المخاطر ولكنها لم تقدم الدعم الأمني للموظفين وأعتقد أن مبدأ عدم الأدية يمكن أن يحصل من خلال دعم المنظمات المحلية بشكل أفضل ودعم المنظمات المجتمعية بشكل مباشر وماليا أيضا للتأكد من عدم تعرض للمخاطر وعندما نسألها أو نطلب منها أن تتخذ الإجراءات أعتقد أنه من المهم جدا للمجتمعات أن تقرر بنفسها لأنها تعرف أكثر من غيرها ما هو الأكثر أو ما هي القطوات الأكثر فعالة إذن أغستان يعطينا الأمثلة الجيدة كيف تعتبرون أن المنظمات غير حكومية يمكن أن تدعم أعمال المناصرة المجتمعية جزيلا ياسمين على هذا السؤال كما قال زميلتي هناك طرق مختلفة ولكي ندعم من خلال الهيكليات المجتمعية لكي تتمكن من أداء عملها بشكل أفضل وأولاً يمكن أن ندعم أن ندعم قدرات هذه الهيكليات لحماية نفسها ومن خلال التحليل تحليل المخاطر كما علينا أن نساعد تلك المنظمات لكي تعزز قدراتها على مستوى المفاوضات الإنسانية إلى ذلك أعتقد أنه علينا أن نوفر معلومات إضافية إضافة إلى الموارد البشرية ولسيما في المناطق حيث يمكن أن نجد جهات أخرى تعمل في تلك المنطقة وتكون مهامها محددة ويمكن أن تدعم المنظمات المجتمعية بالتالي وقد ذكرت زميلتي هذا الموضوع بالتالي يمكن أن نساعد هذه الهيكليات من خلال جهات أخرى وفي هذه المناطق التي يمكن أن نساعدهم فيها ولسيما حيث أن مهامهم تكون محدودة إذن هذا هو الدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمات الدولية لهذه المنظمات المجتمعية المحلية إلى ذلك علينا أن نساعدهم أن يقوموا بعملية الإشراف والركابة وعلينا أن نساعدهم أيضا على تحديد هذه الأعمال وكيفية القيام بالمناثرة كما كما أنه علينا أن نساعد هذه الهيكليات المجتمعية لكي تحقق أهدافها كيف يمكن أن يحصل ذلك نحن لنقول أننا في المناطق الريفية وعادة ما تكون بعيدة وقد تكون هناك إمكانيات للمناثرة وعلى المستوى المحلي ولكن لا يمكن أن تصل إلى هذه المناطق النائية البعيدة بسبب التحديات المختلفة ولكن علينا أن نتمكن من الوصول إليها وذلك من خلال الاتصال بها ودعمها في عمل المناثرة التي تقوم بها إذن في على النطاق المحلي رأينا أن الكدرات محدودة لهذه المنظمات المجتمعية وبالتالي ينبغي على المنظمات أن تساعد الأعضاء المجتمع للمطالبة بالحماية ونحن كمنظمة تدعم هذه المنظمات علينا أن نسهل أيضا تبادل الخبرات لأنه كما سبق وقلنا هناك مواضيع وحالات تختلف بين منطقة وأخرى وعلينا أن نرى ما الذي فعلته تلك المجموعة في هذه المنطقة ونتعلم منها لكي نواجه هذه التحديات وفي الواقع ينبغي علينا نحن كجهات فاعلة أن نقدم الدعم لهذه الهيكليات ونرى ما هي أشكال الدعم التي يمكن أن نقدمها ولسيما في السياقات الحساسة جدا إذن كيف يمكننا أن نتصل ونتواصل معها لكي نقدم لهم الحلول لكي يقوموا بعملهم بشكل أفضل كما قال الزملاء إذن لا نعرف نحن كمنظمات أكثر من الشعب من نفسه وعادة لديهم طريقتهم بالتصرف ولذلك علينا أن نحدد هذه القطوات وهذه القطط لكي نعزز الكدرات ونواجه التحديات ونحن في الكونغو هناك عدد كبير من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية وبالتالي تدخلاتنا عادة ما تكون متأخرة وبالتالي ينبغي أن تكون هذه المجتمعات متهيئة وجاهزة لكي تواجه التحديات التي تواجهها ونهاية هناك مسائل صعبة جدا ولكن ينبغي أيضا أن نحللها وهنا يمكننا أن نحلل أيضا ما يتخطى الحالة الراهنة وعلينا أن ننظر إلى السياق السياسي وينبغي أيضا أن نعرف إلى من نوجه هذا الموضوع إذن من هم الأشخاص المستعدون لكي يتعلموا أكثر عن موضوع المناصر المجتمعية حتى أن هناك أشخاص من السياسيين و هؤلاء المسؤولين هم الذين يمكن أن يساعدون لكي نصل إلى تلك المجتمعات وكل ذلك يتطلب جهود إضافية ومشورة شكرا أغوستان وأعتقد أن لدينا إيري الذي يتوافق أو يتفق معك الذي قال أن هذه الجهود التي تبينونها مهمة جدا في كونغو أغوستان تحدث عن شيء بغية الاهتمام وهو المساعدة من خلال بإزالة التحديات وقد ذكرنا ذلك وتحدثنا عن المساءلة وذكر أغوستان أيضا موضوع التخلص من التحديات أرى أن هناك أحد يرفع يده من الجمهور عمر هل تريد أن تتحدث تفضل هل يمكننا أن نعطي إمكانية الكلام لعم تفضل إذن يسعدني أن أشارك معكم أنا عمر من أكسفام فلسطين ولدي الكثير اللي أقوله فقط اللي أقول لكم أن هذا حوار ونقاش عميق جدا ونحن ندرك كلنا ما حصل خلال السنوات الخامس الأخيرة قبل أن نبدأ بطرح السؤال المتعلق بكيفية مساعدة المنظمات الدولية للمنظمات المجتمعية والناشطين علينا أن نكون واضحين مع نفسنا نحن أولا كمنظمات وما الذي نقوم به في ذلك المكان وكيف نعرف بالحماية وكيف يعرف المجتمع المحلي موضوع الحماية علينا أن نكون شفافين جدا فيما نقدمه ولسيما عندما يتعلق الوضع بالإنتاج وليس فقط أو بالعمل بدل أن نضع السكان في الخطوط الأولية ومن المهم جدا أيضا عندما نتحدث عن الشركاء المحليين أول ما يخطر في ذهني إذن وصراحة عندما نقيم الاحتياجات فهذا يكون عادة مبنيا على ما الذي يمكن أن نقدمه وما هو التمويل المتوفر لدينا عادة ما نرى ما الذي يحتاجه المواطنون لذلك ينبغي أن يكون النقاش عضويا ومفتوحا ونقول للمستفيدين هذا ما يمكن أن نقدمه لكم ولذلك هذا ينبغي أن يتغير نحن كمنظمات دولية بشكل عام انظروا إن رسائل المناصرة الخاصة بنا عادة أن تكون ضعيفة ونحن لسنا المعيار علينا أن نفهم ذلك ونحن علينا أن نفهم أن كل واحد مننا لديه دور يلعبه ولا أعتقد أن المنظمات الدولية ينبغي أن تنظر إلى المنظمات المحلية على أنها ضعيفة لأنها تحاول عندها أن تعيد ما تكون بهذه المنظمات وعادة هذا يشكل مشكلة عندما نحاول أن يكون الجميع مثلنا أو يشبهنا إذن علينا أن نفكر أن العمل ذلك يرتبط بالتكامل وأن نعرف نحن حدودنا ونعرف متى يبدأ عمل المنظمات المحلية وأن نكون شفافين وبما يمكننا أن نقدمه وإن لم نتمكن من ذلك علينا أن نقوله لأنه في بعض الأحيان المنظمات الدولية تضع الناشطين المحليين أو المنظمات المحلية في الخطوط الأمامية وهذا أمر خاطئ ونحن بحاجة إذن أن نفكر في هذا الموضوع ونهاية إذن قبل أن نبدأ بدعم المناصرة المجتمعية المحلية علينا أن نرى إن كانت هذه الإجراءات تعيق عملهم وبالتالي ربما علينا أن نتعلم منهم ولكي يخبرون كيف نكون بعملنا بدلا أن نقدر كيف أو نملي عليهم كيف عليهم أن يعمل وفي بعض الأحيان نحن علينا أن نفهم أن الموضوع لا يتعلق فقط بتكييف أعمالنا شكرا على مدخلاتك أرى أن المتحدثين معنا يوافقون يوافقون الراهي إذن الأمر يتعلق بالإصغاء والاستماع إلى احتياجات المنظمات المحلية أرى يدا أخرى مرفوعة أعتقد أن محمود هو من منظمة المحامين والأطباء لحقوق الإنسان من سوريا إذن هل يمكنك أن تتشارك معنا أرأك قبل أن ننتقل إلى سؤال المنتيميتر تفضل دكتور محمود هل يمكنك أن تحدث باللغة العربية أو الإنجليزية نعم يمكنك أن تحدث باللغة العربية لأن ترجمة الفورية متاحة تفضل شكرا جزيلا أنا فرصة ممتازة جدا للمشاركة السياقات المختلفة حقيقة أنا اليوم أتحدث من التجربة السورية التي هي تجربة المنطقة المحيطة في لبنان سوريا فلسطين السودان اليمن بقية المناطق المنكوبة في وطن العربي السياق السوري التجربة من خلال 13 سنة من المشاكل التي نحن الإنسانية والحقوقية أحد أهم المشاكل التي واجهت العمل في مجال الحماية هو أنا أخذ اليوم عن الملف السوري أو القضية السورية أو السياق السوري وانفصال ملف الحماية إنسانيا عن الحقوق عن المسار الحقوقي وهي مشكلة واجهناها من خلال المنظمات الدولية والمانحين اليوم نحن كل نحكي عن المؤسسات الدولية أو مؤسسات الانترناشنال ولكن في مشكلة هي مع الدونرز مع الدونرز الأساسية مع مؤسسات اليو ان ايجنسيز اللي عم بيكون طريقة عملها اللي تنتقل من أفريقيا للشرق الأوسط للشرق الأوسط لآسيا بنفس العقلية بنفس السياق محاولة مع بعض التعديلات المشكلة دوما هو نظر للمؤسسات المحلية على أنها مؤسسات قاصرة نعم قاصرة لعدم وجود خبرة بس ما بتستمر الموضوع لأمد كتير كبير المشكلة الأخرى اللي نواجهها في كمؤسسات محلية هو موضوع التوطين الخبرات توطين التمويل أو عدم وجود بالتمويل وهي مشكلة حقيقية اليوم أي مؤسسة صغيرة بدون ما يكون في استمرارية بتوطين الخبرات وعدم سرقة الخبرات المشكلة نحنا بيكون المؤسسات المحلية بنيت خبرات للستافل واللي معها فجأة بيتم عملية سرقة هاي الخبرات للمؤسسات الدولية ذات السياقة الأطول والأنجع فالإشكال اللي احنا لازم بيحاجته هو تثقيف الدول المانحة تثقيف الدول المانحة وتثقيف المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة عن كيفية التعاطي مع المؤسسات المحلية وعدم جعل شعار اللوكاليزيشن هو شعار فقط تسويقي فلازم يكون واقعي لأنه هلأ ما شفنا نحنا على أرض الواقع شيء حقيقي بتجي مع مؤسسات الدولية أو مؤسسات الأمم المتحدة تلاقي التمويل الأكبر اللي هو أنت من خلاله ليش فقدان الثقة اليوم مع المجتمعات ليش عم بتشوف المجتمعات أقل ثقة بالمنظمات المحلية والدولية لأنه عم بيشوفوا بيقولوا بيقولوا مثلا سوريا إجاهة مليارين دولار للمساعدات بيشوفوا عرض الواقع أنه عم تجي أقل من هيك الكثير لأنه فيه فلتر الفلتر عم بيكون من أعلى الأسفل فبدنا نكون صريحين ليس كل الحمل على المؤسسات المحلية نتيجة لأنه هنا ما عنده الخبرة اي نعم المؤسسات المحلية أنا بحكي عن سوريا ما فيه خبرة سابقة في عمل الإنساني أو الحقوقي أو الـ Civil Society سابق من قبل 2011 قبل الثورة السورية اليوم بلشت الاحتجاجات بلشت الحاجة للمجتمع المدني بلشت الخبرات تتنامى هل نحن بحاجة بلنا بحاجة ليكون في عملية توطين خبرات الاستدامة الكلام الحقيقي عن توطين التمويل أنا آسف للإطالة بس هذا أمر لازم يتم رأب الفجوة والأهم هو عدم تقسيم العمل المدني بين المؤسسات الخدمية اللي بتقدم العمل الإنساني وبين المؤسسات الحقوقية لأنه بتكامله مع بعض لأنه في كتير خوف من المؤسسات التمويلية عن التقديم أي دعم خاص بالمؤسسات اللي بتشتغل في مجال الحماية والـ Accountability نحن مؤسسات تشتغل بتوثيق الانتهاكات والتعذيب والعنف الجنسي والمفقودين وأيضا برفع الواعي في المجتمع بتلاقي كتير مؤسسات تخاف تحت ما بتقول نحن مؤسسات تشتغل في الـ Accountability مع تهدول السياسة ففي جهل للمانحين في هذا السياق وأسف للإطالة وعثرا من المترجمين للسرعة شكرا جزيلا محمود على هذه المداخلة شكرا محمود لأنك تحدثت عن هذه المواضيع ولسيما المناصرة المجتمعية أعتقد أن هناك فكرة وردت كثيرا في المناقشات ولسيما فيما يتعلق بمجموعة عمل المناصرة وفريق عمل الحماية المجتمعية أنه ليس من محدوديات أو حدود وذلك بسبب أو نتيجة المهام المكلة للمنظمات الدولية وبالتالي يقولون يمكننا أن نتحدث عن مواضيع الحماية وعن مواضيع أخرى والمناصر لتحسين الأوضاع وما إلى ذلك شكرا لأنك صلت الضوء محمود على هذه المواضيع إذن الآن سننتقل مباشرة إلى المنتيميتر وأعتقد أن هناك الكثير لمقيلة حول هذا الموضوع بشكل خاص ولكن يمكنكم أن تقولوا ما تريدون عن كيفية تجنب أن يكون دعم المنظمات الدولية أن لا يحل محل عمل المنظمات المحلية أو ما كنا نتحدث عنه إذن كيف يمكن أن نتجنب أن تعمحوا منظمات غير حكومية هذه الجهود إذن السؤال كيف يمكننا التأكد من أن دعم المنظمات الخارجية لا يمحي الطبيعة الشعبية للمناصرة ويحول مجموعات المجتمع إلى كينات تشبه المنظمات غير حكومية إذن هذا هو السؤال الأول لدينا أكثر مثل ما يتم شارك هذا يعطينا كثير من الأفكار هذه بعض الأفكار التي تعطينا نتائج هذه الجلسة التي من الممكن أن نشاركها عن هذه الجلسة والتحديد الانتباه للثقافة المحلية الاستماع أعتقد بأن الاستماع هو الكلمة المفتاحية وضع الجهود وفق السياق وربما فهم ظروف الحماية ومخاطر الحماية لأعيد ما ذكرته لورين الموارد المهمة بخصوص الحماية وهذا ما ذكرت مستاذك أيضا الشفافية والمساءلة استعمال مقاربة من القاعدة إلى القمة بين علاقات طويلة المدى أعتقد بأن أدريانا من الحضور ذكرت بأنه يجب أن تكون العملية عملية موجهة وليست مشاريعا موجهة يجب أن تكون العملية تركز على العملية ليس على المشروع أخراط عدد أكبر من الأطراف المعنية وبالتالي فإن المجتمعات تستطيع القيام ببعض الأعمال أفضل من أي شيء أخرى أعرف بأن الكثير من المتحدثين ذكروا بأن المجتمعات يعرفون الوضع أفضل يعرفون ما هو على المحاك يعرفون الأطراف المعنية ويعرفون الأثر المرجو احترام الحاجات المحلية طلق متاحات آمنة بناء علاقات سأضيف الاجتماع الكلمة المهمة سأضيف كلمة مهمة ثانية هي الثقة والقبول القبول والثقة ليس فقط زخ الأفكار أعرف بأن هناك الكثير من الحماس من محمود وعمر بخصوص هذا الموضوع بالذات التكامل مع المجتمع وكيف نستطيع ليس تكرار العمل أو تغيير طريقتهم بالقيام بالأمور وفرض عليهم طريقة معينة للعمل ولكن دعم ما هو أساساً موجود وتكملت ما يقومون به هناك تعليق يقول أيضاً بأنه هذا إخراط المجتمع بعمليات المناصرة أعتقد بأن هذا ذكرناه في البداية أن هناك أنماط مختلفة وسياقات مختلفة لذلك كيف نستطيع أن يكون لدينا حماية المجتمعية على مختلف المستويات ليست فقط على المستوى المحلي ولكن دعم هذا النوع من الحماية المجتمعية والمناصرة المجتمعية على مختلف المستويات ليست فقط على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن أعتقد جيهان وسارة ذكروا أمراً عن أعطاء السلطة وفتح الفضاءات وربما التضخيم وتعزيز ما قيل حتى الآن وأعطاء كل هذه الأمور أهميتها شكراً جزيلاً هذه أفكار رائعة المذكورة في المنتي بالإجابة على السؤال المنتيميتر أعتقد بأن أعتقد بأن هذا يخبرون بأننا نستطيع القيام بأمور أكثر في مختلف المجالات عن من خلال التجارب التي تم ذكرها كل هذه النجاحات هي صعبة بالنسبة للجميع بما فيهم المنظمات الدولية والوكالات الدولية عندما نتحدث عن المناصرة ما الذي نعنيه بالمناصرة كيف نستطيع تحقيق النجاح أيضاً هناك تحديات بالنسبة للمجتمعات عندما يقومون بعمليات المناصرة كيف يستطيعون معرفة أن جهودهم كانت ناجحة وفعالة وأوغستان أريد أستمع منك عن الإخداط المختلف الذي كان لديكم في تجربتكم بين الماضي والآن الأمثلة المختلفة التي قدمتها كيف تعتقد بأن المجتمع يستطيع أن يرى النجاح وأثر أعماله شكراً 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 كيف نستطيع تضخيم الأثر لهذه الأعمال هناك الكثير من الأمثلة ما كنا نقوله أنه بعد بناء القدرات أعطينا قدرة أكثر لأعضاء المجتمع لتطوير أدوات المراقبة إضافة إلى آليات التقييم فعندما يكون لديهم هذه الآليات فهذا يمكنهم من المتابعة التنفيذ الأجلطة بشكل صحيح إضافة إلى آليات المراقبة والتقييم يجب أن ندعمهم لأن إذا استمررنا ببناء قدراتهم فإن هذا سيمكن أعضاء المجتمع من تحليل ما يقومون به وهذا يساعدهم بالالتزام وهذا سيمكنهم أيضاً بتحديد لتحديد ما يقومون به وكيف وهذا نوع من المصفوفات لحوادث مختلفة حصلت لذلك عندما كنا قادرين على تحليل الهداف التي وضعوها مهما كانت فإن هذه الأمور تفرض حماية المجتمع إذا كانت كل أنشطة بناء القدرات وتحليل الشعب والمجتمعات هي كانت موضوعة أمامنا وكانت ديناميكية يمكن استعمالها في أمور المناصرة ويتم استعمالها في سياقات الحماية أيضاً والعمل الإنساني شكراً جزيلاً هذا ما أردت إضافته أجل شكراً أعتقد بأن هناك هناك فرصة لإذا أردت أرد أي شخص أن يضيف أي شيء وأريد أن أطلب أيضاً من الحضور أنا أطلب من الحضور إنها جلسة تشاركية ونقاشية نستطيعون مناقشة كل أفكاركم معنا إنها مساحة نستطيع أن نتعلم الكثير لينا أرى بأن يدك مرتفعة أجل شكراً ياسمين بالنسبة لما قاله أوغستن أعتقد بأنه بالنسبة للمجتمعات لتكون قادرة على قياس أثرها قياس الأثر فإنه من الضرورة أن نقوم بعملية التعزيز والتقوية وإن نضمان وصول للمراقبة وإدوات المتابعة وهذا أيضاً سيتم استماله من أجل معرفة قياس الأثر وأعتقد بأن أحد الطرق التي تمكننا من قياس الأثر هي هذه إن إذا كانت المجتمعات عبرت أو عملت مع الحكومة الحكومة المحلية بالتعاون مع منظمات أخرى فإن هذا على الأرض يستعمل أدوات بسيطة مثل الاستبانات المسوحات لمعرفة التغييرات ومعرفة الحالات الخطر في مجالات الحماية ولنقل في موضوعات مثل في حالات وجود تهديدات ومخاطر إذا كانوا قادرين على وضع خط أساسي أو قاعدة أساسية لمنع والوقاية من أي وضع خطير فهذا سيساعدنا وسيساعدهم وفي النهاية كما قال أوغستان فإن المجتمعات تستطيع قياس النجاح والأثر إذا كانت قادرة على فهم وتحليل وإدراك ومعرفة والإعتراف بالمخاطر وأيضا إذا كانوا عارفين بالقدرات التي لديهم كمجتمعات وشكرا شكرا لنا نقطة مهمة جدا وفعلا تعليق مهم جدا من صدق الرسائل من السيد عسفة لا قراءة الاسم الأول ولكن الاسم الأخير هو فالوا إنه هي هو عناصر العملية عناصر التغيير جيهان وسارة أرى بأنكم أيضا تهزون برأسكم ولكن من فضلكم إذا أردتم إضافة أي شيء تفضلوا حسنا ما أردت أن أقوله هو أنه أننا لا نريد أن نقوي المجتمع لنتعلم أدواتنا وأدواتنا للمراقبة والتقييم أعتقد بأن الكلمة هنا هي المروحة يجب أن نخرج للمجتمع ونرى كيف أنهم بشكل طبيعي يقيمون النجاح والأثر الأثر يأخذ وقتا وإنه من الجيد أنه يستغرق وقتا فالمجتمعات ليست مقولبة ليس لديهم فدولا محددا إنهم يجب أن يعطوا وقتا ليروا النجاح والأثر وهذا أمر جيد لأننا كمنظمات غير حكومية فنحن كمنظمات غير حكومية لا نعمل بهذه الطريقة نريد أن نرى أثر الأثر لأعمالنا وفق جدول زمني محدد لذلك يجب أن يكون هناك مرونة أكثر يجب أن يكون هناك تغييرات وفق التغييرات السياقات وأعتقد بأن المناصرة تعتمد بشكل أساسي على مكون عندما يكون مكون المجتمع وكل الأطراف المعنية منخريطة بالسلطات القوات والمجتمعات تعرف تعرف واجباتها وتعرف أثرها وبالتالي فإن الجميع يعملوا مع بعضه الآخر بالتعاون مع المجتمعات شكراً جزيلاً سارا وربما هذا يؤكد النقاش الذي يحصل على صندوق الرسائل من الذي يقوم بالمناصرة من الذي يصمم ويقود هذه عملات المناصرة وهذه بالطبع تعين الأسئلة بها تحديد الوقت وكم من الوقت تحتاج المجتمعات فيه وجود خطر محدق أو إذا كنا نريد تحقيق أثر على المدى الطويل أو تغيير بعض السياسات فالأثر يمكن قياسه بطريقة مختلفة الكثير من التعليقات المهمة في صندوق الرسائل وسأترك الفرصة لمتحدثين ليعلقوا ويقرأوا هذه التعليقات لينا أوغستان لوران جيهان جيهان وسارة أنا فقط أقرأ الاسم على شاشة دوم ولكن أنا أعني جيهان وسارة من الرائع أعتقد بأن قياس الأثر هو عملية هي عملية ذات تحديات ولكن خلال المشاركات المتحدثين والتعليقات على صندوق الرسائل نستطيع أن نعرف أنه إذا كنت تريدون القيام بعمل قد يكون هناك دورا للمنظمات للعمل ولدعم المجتمعات لترى نقاط التحول الأساسية لترى ما هو ذو الأثر بالنسبة لهم وأن يكون هذا الأثر مرئيا بشكل واضح جربوا الاستماع بناء الثقة الوكالات فهم السياقات كل هذه الأمور تأتي من نقاشات مختلفة كنا نقوم بها اليوم وعندما نصل إلى الختام أريد أن أشكر متحدثين بشكل كبير لينا أوغستان لورين واجيهان وسائل لأن هذا كانت جلسة مثيرة للاهتمام شكراً كبير وأتمنى أن الجميع قد وجدها جلسة مهمة لقد تعلمت الكثير من المشاركين وتعلمت الكثير من المتحدثين وأتمنى بأن نتابع في هذه النقاشات في المجتمعات والمناصرات المجتمعية فهذه المعرفة في مجال الحماية والسياقات الحماية يمكن شأنها أن تعمل أيضاً على الأرض هل هناك أي سؤال ختامي لمتحدثين رائعين لا أستطيع أن أرى فيما إذا كانت هناك أي مرفوعة هناك سؤال بخصوص كيف نستطيع ربط كل هذه الأمور لقياس المخاطر وما إلى هناك أعتقد أيضاً كمنظمات تعملون ليس فقط من أجل دعم المجتمعات في مجال المناصرة والحماية ولكن تعملون على أنشطة مختلفة في مجال الحماية المجتمعية ربما كيف يمكن هذه الأنشطة المختلفة أن نضعها مع بعضها الآخر أوغستان لينة جيهان وصارا ولورين ما رأيكم جيهان لست متأكد لست متأكد فيما إذا كنت تحدثين جيهان أجل أجل أوغستان تفضل أجل Oui, je voulais juste apporter une petite réponse parce qu'il a dit, toute la question a été très longue. Je ne sais pas s'il a dit Abbas communautaire. C'est ce que nous étions en train de dire. La production Abbas communautaire, فيما يتعلق بالمجتمعات لدينا المتطوعون الذين يشكلون هذه الهيكليات وهناك أيضا المجتمع بأكمله الذي يقوم بعمل الحماية مثلا إن أردنا أن نقوم باجتماع لكل المجتمعات أريد أن أقول لهم لماذا وما هو الهدف وأن يكون هناك ممثلين عن هذا المجتمع ويأتوا في الوقت المحدد وبالتالي هذا هو الوضع وما الذي يحصل لهذه المنظمات التي تشارك في الواقع هذا هو السؤال هذه الإجابة التي يمكن أن أجيبها لأن السؤال لم يكن واضحا جدا ولأنه كان طويلا جدا أوجستان لا نسمعك ولكن هناك سؤال آخر موجه مباشرة إليك ويتعلق بالتدخلات التي قمتم بها فيما يتعلق بالمناقشات المختلفة ولورين أيضا تحدست عن هذه النواحي ولكن أوجستان في الكونغو كيف تواجهون المخاطر التي يتعرض لها المجتمع أو كيف تدعمون هذه المجتمعات ولسيما عندما يكون هناك مواجهات بين المجتمعات والمجموعات المسلحة هذا السؤال في محله وهو مرتبط مباشرا بمجتمعنا لأنه إن أردنا أن نفهم المجتمعات التي نتدخل فيها فهذه المجتمعات متفرقة ومفتارقة وعندما تكون مجتمعات متفرقة فعندها لا يمكننا أن ندخل إليها وهناك أيضا في هذه المجتمعات بعض الأشخاص الذين ما زال الذين يمكن أن نتواصل معهم فهم غير متعصبين وبالتالي هؤلاء الأشخاص عندما نحددهم يمكننا أن نقدم لهم التدريبات اللازمة وبالتالي هم يكونون سلة الوصل بيننا وبين مجتمعاتهم أريد أن أخبركم عن الوضع الذي يحصل في منطقة كيجوما وهناك مجتمعات بانيا ماجي المتأثر أما في منطقة الغربي فلا يمكننا أن نصل ولكن وبفضل هيكليات المجتمعات أو المنظمات المجتمعية هناك قاضة هؤلاء المجتمعات الذين يمكن أن نتواصل معهم ويفتحون لنا ممرات ومن خلال هذه الممرات يمكن أن يتواصل الأشخاص ويمكننا أن نتخذ الخطوات اللازمة لحماية تلك المجتمعات وبالتالي من خلال هؤلاء الأشخاص يمكننا أن نقوم بالمحادثات واللازمة للتواصل إلى السلام وفي العام 2023 إن الأشخاص أو السكان في منطقة كولولو لم يتمكنوا من الخروج منهم ولكن كان هناك شخصا معتدلا تمكننا أن نتواصل معه ومن خلاله تمكننا أيضا من حماية تلك هذا المجتمع وبالتالي هناك عمل كبير وطويل وعلى المنظمات الدولية أن تتحل بالصبر لكي تتمكن من العمل وتتعلم كيف يمكنها أن تعزز هذه الروابط بينها وبين المجتمعات المحلية ويمكننا أن يكون لدينا جلسات حوار ولكن ينبغي أن يكون هناك نقطة التواصل وفي كل الحالات عادة نترك هذه المجتمعات لكي تتخذ الخطوات بنفسها إذن نحن ندعمها وبالتالي الأثار عادة ما تكون مرئية إذن وبعد ذلك نرى رويدا رويدا أن الأمور تتغير بفضل هؤلاء الأشخاص المعتدلين وبفضل التواصل الذي يرسونه بين تلك المجتمعات لإحلال السلم أرى أن هناك يهدا مرفوعة أو رفعة عدة مرات عفوا أجين تفضل جزيلا إسمي أجين وأنا في شمال كيفو وهذه منطقة حرة وهنا أود أن أعرف إن كان موضوع الحماية المجتمعية ولسيما فيما يتعلق بالأنشطة وهنا نقوم بهذا العمل وهنا في منطقتنا نرى أن معظم المنظمات الدولية قد تخلت عن السكان ولسيما عندما سيطرت عليها المجموعات المسلحة من غير الدولة ونحن الآن كمجتمعات محلية نقوم بعمل الحماية وأيضا نرفع الواعي ونقوم باجتماعات وهذه الاجتماعات تساعدنا على التعاون مع المجتمع وعلى حماية المجتمع لأننا نساعد المجتمع على تقديم الإجابات المرتبطة بالمشاكل مشاكل العيش العيش المشترك السلمي أو المسالم يبدو أن الصوت متقطع فلا نسمع أجان الإنترنت لديه ليس ثابتا لا يمكننا أن نسمع أجان فالصوت متقطع يبدو أن الإنترنت لديه لديه مشكلة في الإنترنت إذن المنظمات الدولية قد تركت هذه المنطقة وفي هذا الوقت كان هناك الكثير من المنطقة ونحن كمنظمات محلية إذن كمنا بما هو ضروري وكمنا بأعمال المناصرة وأيضا حاولنا أن نساعد السكان المحليين لتنظيم نفسهم والحماية عن نفسهم والأن ننظم اجتماعات بين النازحين وبين السكان الأصليين وهذا ما يسمح لهم بالتحاور وبأن يفهموا بعضهم وبأن يعيشوا مع بعضهم بشكل سلمي شكرا جزيلا أجين شكرا على هذه الأفكار المفيدة جدا ولكن أعتقد الآن أكمل أجين هذه الفكرة وأهمية الضمان دعم هذه دعم المجتمعات المحلية في عمل المناصرة إذن أجين لقد كنت بختام هذه الجلسة وأنا أردت أن أختتم بالقول بأنه علينا أن ندعم المجتمعات المحلية لأنه في بعض الأحيان وبعد ذهاب المنظمات الدولية سيكون هناك حاجة حقيقية لدعم المجتمعات المحلية التي هي سوف تتولى عملية الحماية والمطالبة بحقوقها ولضمان حمايتها وحماية أسارها ومجتمعاتها شكرا جين ووصلنا إلى نهاية اجتماعنا اليوم وجلستنا اليوم أعتقد أن هذا هو هذه الجلسة الأجمل حيث هناك حوالي 300 مشارك يسرتها وسهلتها وشكرا للمتحدثين لنا أوجستان لورين لنا وسارة وشكرا لكل من شارك في الاتشات بوكس أمل أن نتابع هذا الحديث عن هذا الموضوع بغاية الأهمية شكرا جزيلا ومن فضلكم قبل أن تتركوا هذا الاجتماع املأوا المنتيميتر شكرا